ان شاء الله هنكمل النهاردة السلسلة اللي كنا ابتدناها المرة اللي فات قبل اللي فاتت عن سفر اعمال الرسل المرة الاولى خدنا مجز سريع عن السفر كله المرة اللي فاتت ابتدينا نحكي عن حياة بولس الرسول ابتدينا نحكيها من الاول وطبعا مش هقدر عيد النهاردة كل اللي قولنا المرة اللي فاتت فهو موجود على اليوتيوب وموجود على الموقع بتاع الكنيسة لكن كنا انتهينا المرة اللي فاتت لما فاكرين وقفنا على ايه لما ربنا ظهر لبولس في الرؤية وبولس الرسول شاوي الاسف تحول الى بولس وقام وهو اعمى مش شايف المكان قدامه واقتدوه ودوه في دمشق اللي كان داخلها بقوة دخل ليه وهو اعمى ونستقض عشان كده ربنا عايز يقول له يعني صعب عليك ان ترفس مناخس يعني وشوفنا كلمة مناخس دي يعني ايه تعالوا نشوف النهاردة بقى من اول اما بولس ده دخلوه بقى عمل ايه هو بولس الرسول في الحقيقة قعد في دمشق في بيت تلات ايام التلات ايام دول قعد من غير اكل ولا شرب وقعد في ظلمة وما نمشي وما تكلمش مع اي حد فكأنه ميت صح اه الميت في ظلمة ما بيكلش ما بيشربش ما بيتكلمش مع حد خالص ايه اللي كان في بولس كان مزهول جدا هو ايه ده ايه اللي حصل لي ده كأن واحد انت رجركته رجرجة كبيرة جدا كأنه جبت واحد متطرف قوي قوي وقلت له كل حياتك دي كان غلط كله كان غلط اه واللي كنت بهاجمه هو ده المسيح اللي كنا مستنيينه اه طبعا اللي اتأثر بكده بولس ليه بقى لانه كان دارس فهما مستنيين المسيح فيقوله بدل ما انا كنت مستني اكرمك احربك حاجات كتيرة جدا في دماغه لكن ربنا سابه تلات ايام يعمل ايه يعيد ترتيب نفسه شوي احيانا بتحصل لنا كده في حياتنا تحصل لنا مشكلة تلاقي ربنا جابك في المشكلة دي لتحت خالص خبط في يعني عارفين بيقولك ايه اللي بينطفن حتة على السومين بول ولا حاجة عشان يقدر يطلع تاني لازم ينزل يخبط بتاع البول فقدر يطلع لفوق تاني فاحيانا ربنا بيسيبنا لغاية لما نخبط خالص تحت لما نخبط تحت بنحس بقى ساعتها ان ما فيش اي حاجة بقى لا شطارة نفعاني ولا اصدقاء نفعاني ولا حد نفعاني ده الموضوع ان فعلا ما فيش غير ربنا ساعتها ربنا بيمدي ايده ويشتغل ليه بقى عشان يعلمنا درس في حياتنا وبيبقى درس كبير بنكمله في حياتنا عشان ربنا يشكلك من جديد واو هو كانت كده اه فلوس اللي كنت بتجري وراها كويسة اه جبتها وفرحت بيها اه وراحت اه طب ليه شت عايز تعلمني درس بس هي المشكلة بقى اللي يسمع صوته اليوم ان سمعتم صوته فلا تقصوا لان صوته بيجي لك في وقت احيانا بتعدي على ناس كتير الصوت يجي ربنا يقوله اه اه هو متخيل ان الصوت ده بقى مش سامع او هو مشغول فهمه لكن طول ما انت بتقوله يا رب انا عايز اعرف ايدك فين وساعدني وسندني تبص تلاقي نفسك زبطت الموجات بتاعتك زبطت الواي فاي بتاعك على انترنت بتاعت ربنا فتلاقي ربنا لقطت الشبكة بتاعتك لقطت المشكلة مش في الانترنت المشكلة في الايه في الجهاز بتاعك اللي لازم يكتب الباسورد فالباسورد هي ايه انا ولا حاجة هو كل حاجة وانس ان انت دخلت بس وصلت لها اصلا واحد ولا كيه اصلا يا رب انا حاجة انت كل حاجة ربنا اقوله انت نصاب انت ما حستاش من قلبك لا استنى شوية لغاية لما تقولها من قلبك وانس انها تقلت من القلب ساعتها يا ربنا بيبتدي يشتغل وبيشتغل شغلة عميقة طيب هو قاعد عنده المشكلة دي وربنا قولنا المرة اللي فاتت ظهر لمين لحنانيا مش كده حنانيا ده كان اسقف ايه ارشاليم اه اسف دمشق اسقف دمشق فربنا ظهر له وقال له ايه تعالوا نشوف كان قال له ايه قال له يا حنانيا روح لشاول انا اخترت وقناء مختار درسناها المرة اللي فاتت طيب ايه اللي حصل بقى في المقابلة حنانيا راه ودور على شاول فين في المكان اللي قال له عليه ربنا طيب دي تذكرت فين قصة المقابلة بينهم مهمة الاتنين على فكرة المحاضرتين بتاعت المرة اللي فاتت والنهاردة جميلة اوي بالسبب ان انت مش هتعرف تلمها يعني هي ايه ايا في غلطية وايا في كلوسي وايا في كرونسوس التانية فعشان تجمع دي بتاريخ منظم في كتير ما بيعرفوش جبوها بيبتدوا بولوس من رحلته الاولى ما عرفوش اللي قبليها دي سنين طويلة حصلت فتعالوا نشوف ايه اللي حصل في اعمال اتنين وعشرين بولوس ذكر القصة في اعمال اتنين وعشرين ذكر اللقاء اللي بينه وبين حنانية تعالوا نشوف سفر الاعمال اصحاح اتنين وعشرين ونشوف ايه اللي حصل في هذا اللقاء اللي معه حنانية بين حنانية اسقف دمشق وبولس او اسمه شاول بقى الاول لسه بعد مرور ثلاثة ايام من الحدثة اللي حصلت له وظهور مجد ربنا لي اه اتنين ظهر على السكرين من اول عدد اتناشر يقول ايه بيحكي بيقول فقلت ما انا افعل يا رب فقال ليه الرب قم اذهب ده بولوس بيحكي لدمشق ده بيحكي قدام الملك اغرباس اللي دراسول اللي فاتت وهناك يقال لك جميع ما ترتب ليك ان تفعل يعني يروح لدمشق خش جوا هتقابل حنانية هيقول لك كل اللي تفعله بيحكي بقى بيقول بيكمل بولوس يقول واسكنتوا لا ابصر من اجل بهاء ذلك النور يبقى هو اينا فسر السبب اللي ما كانش بيشوف منه الا حصل حصله زي حرق في القرانية كلها فتحرقت القرانية يقولوا فعلا الاطباء لو واحد اتعرض لنور قوي جدا في عينيه ممكن يحصل له عمى مؤقت زي كده فهو بولوس قالها بالروح القدس اسكنتوا لا ابصر من اجل بهاء ذلك النور اقتدني بيدي اللي كانوا معي فجئت الى دمشق لانه كان على بواب الدمشق دخلوا الجوه يعني بيحكي بقى مين ده حنانية ثم ان حنانية رجلا طقيا لانه كان اسقف حسب الناموس يعني حنانية ده كان ايه كان يهودي امن بالمسيح ومشهودا له من جميع اليهود السكان يعني الرجل ده كان يهودي اصيل قوي امن بالمسيح اتى اليه ووقف وقال لي ايها الاخ شاوي ابصر ففي الساعة نظرت اليه ايه ده دي معجز وبعدين يلفت النظر كلمة اتى اليه يعني هو جاي لي مخصوص ربنا بعته لي مخصوص ووقف وقال لي قال لي ايها الاخ طبعا المرة دي بقى اخ بقى خلاص ربنا دعاه بقى كان الاول عدوي ليهم جامد قوي قال لك كنت اخرب كنيسة الله قال له هيقول اخي شاول ابصر مجرد كلمة الهاله كأن ربنا نطق على لسانه يقول ففي تلك الساعة يعني في اللحظة دي بسرعة نظرته اليه يعني عيني ايه فتحت شفته شفته واقف قدامي فقال ليه اله ابقنا ليه اله ابقنا عشان يقوله ان يسوع ده هو اله ابراهيم وهو اله اسحاء وهو اله ها يعقوب انتخبك نقاك لتعلم ما شئته عشان تعرفه عايزك تعمل ايه وتبصر البار وتسمع صوتا من فمه تبصر البار مين البار اللي تبصره يسوع المسيح تشوفه وتسمع صوتا من فمه هيكلمك فربنا اختارك علشان يعمل ايه يظهر لك ويتكلم معك لانك ستكون له شاهدا لجميع الناس بما رأيت وسمعت هتروح تحكي كل اللي حصلك ده قدام كل الناس عشان كده بس في السفر الاعمال حكيها تلات مرات لو احكاها وهو حكاها مرتين ده طبعا غير ان كل عزاته اكيد للناس حكا لهم الحكاية فقال له انت هتحكي الحكاية دي في كل مكان تروحه والان لماذا تتوانى انت مستني ايه وطبعا بولس مش فاهم تتوانى يعني مكسل على ايه قم وايه واعتمد اتعمد فكرة قم يعني كأنه ميت وقال له ايه قوب واتعمد واغسل خطاياك داعيا باسم الرب اغسل خطاياك ده بيأكد ان المعمودية فيها غسل ايه الخطايا وهنا يأكد انه ايه ان في معمودية عشان ما يجيش واحد يقولك ايه اه يقولك مفيش حاجة اسمها معمودية بروستانتي مفيش حاجة اسمها معمودية المعمودية دي بالكلمة يعني ايه يعني لما نقرى الانجيل كده عليكم انتوا كده بتتعمدوا ايه يا عم لا طبعا كتاب ما قالش كده خالص ده الكتاب اغلبه معمودية فيها مياه فيها قوم فيها غسل يعني دايما يربط المعمودية بحاجة فيها مياه فيها غسيل فيها نزول فيها غطس دايما فقال له قم واعتمد واغسل خطاياك طب لو المعمودية بكلمة الله يغسل خطاياك ازاي في كلمة الله يعني وانا بتكلم دلوقتي معك وكلام الله انت عملت تغسل خطاياك خطاياك لا تغسل إلا بدم المسيح قم واغسل خطاياك داعيا باسم الرب يعني اشهد ان ريسوع المسيح هو ايه هو الرب الاله طيب ده حكى اللي حصل في مقابلته بعد مين بعد اما ايه فتح حناني عمله ايه فتح لعون ايه وشجعه بكلام كويس ووضح له ان ربنا عايزه وقال له روح يخدم وتعمد يلا ومشي يا بولس يروح فين بولس بعد كده يبقى بعد النور خلوا بالكم الترتيب بعد النور مزهر ودخل دمشق قاعد ثلاثة ايام جاء له حناني عمل كل اللي حصل ده معاه بعد كده بولس راح فين بقى راح مشي من دمشق راح لي فين بقى للصحراء العربية راح للصحراء قاعد هناك تلات سنين وحده تعالوا طلعالكم على الخريطة بصوا الرسمة ديت انا علمتلكوا عليها بالايه بالاحمر تعالوا نشوف وحده وحده اللي تحت دي قرشاليم شايفينها دي قرشاليم اللي هي اخر واحدة تحت خالص دي قرشاليم دمشق اهي يعني انا علملكوا باللون ازرق مثلا علشان تبقوا تبقوا شايفينها دي قرشاليم اهي ودي دمشق فهو كان ماشي منين لفين اه كان ماشي من هنا السكة دي دي كده 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 لغاية لما وصل لدمشق ربنا ظهر له هنا ودخل جوه وحنان يجاله جوه طب بعد اما حنان يجاله راح فين بقى اهي الصحراء العربية راح ماشي فين كده 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 راح لغاية الصحراء العربية قعد هناك ايه تلات سنوات تلات سنين هشيل الخريطة دي عشان هنرجع لها تاني باك طب ايه اللي حصل في صحراء العربية مين اللي حكى الحكاية دي بولس حكاها فعددين في رسالة غلطية الاسحاح الاول تعالوا نطلع على رسالة غلطية الاسحاح الاول نشوف بولس قال ايه على الصحراء العربية اللي راح صح الاول عدد 16 يقول ايه بصوا بيحكي هو يقول ايه وكنت اتقدم في الديانة اليهودية على كسرين من اترابي يعني اللي زي يعني في جنسي اسكنت اوفر غيرة في تقليدات ابائي يعني انا كنت تغير قوي ولكن لما سر الله الذي افرزني من بطن امي اللي نقاني من بطن امي وكان عارفني ودعاني بنعمته ان يعلن ابنه فيا لابشر بين الامم للوقت لم استشير لحما ولا دما يعني ايه بولس بيقولهم ايه اصل بولس قالوا ايه لما راح يبشر في غلطية جم ناس وراء بولس يهود صلاتوا الناس يقول لهم ايه للمسيحيين على فكرة بولس ده كذاب لا شاف المسيح ولا حاجة بدليل ان بوتروس ويوحنة والتلاميذ ويعقوب التلاميذ اللي في قرشاليم ولا واحد راح قابله طب بيسألوه كده هو مين اللي كلمه من الرسل مين اللي دعاوه قال له روح بشر فهنا بولس بيقولك لما رحت في الاول بيحكي ربنا بنفسه اللي بعت لحنانيا فانا رحت على صحراء العربية لسه يحكي بعد كده رجع بقى ارشاليم وقابلهم بس هنا بيرد بيحكي تسلسل الموضوع عشان يرد على الناس اللي بتقول بولس ايه مين ده اللي بعته لكم ومين قال ان الكنيسة هي اللي بعتها قال ايه بقى ولا صعدت الى ارشاليم للرسل الذين قابلي بل انطلقت الى العربية بيحكي على طول لما ظهر له حنانيا راح لفين اه للعربية العربية دي اللي هي السحراء العربية لان اوحي دمشق ثم رجعته ايضا لدمشق يعني راح للسحراء وبعد كده رجع ايه لدمشق ثم بعد تلات سنين من هنا عرفنا انه قاعد هناك كم سنة تلات طيب يبقى راح للسحراء العربية عمل ايه بقى في السحراء العربية قاعد يصلي وفي خلوة مع ربنا تلات سنين يقوله في الخلوة دي المسيح ظهر له في رؤى كثيرة جدا وقال له كمان الافخارستية عرفنا منين الافخارستية رسالة رسالة كورونسوس الاولى اسحاح 11 بصوا رسالة كورونسوس ما انا بقولتلكوا الحاجات دي لما تتجمع تطلع لك خط سيربولوس بالزبط تفهم القصة بالترتيب رسالة كورونسوس الاولى الاسحاح 11 بيكلم على التناول بصوا بيقولهم ايه من عدد 23 بيحكي لهم ان المسيح في السحراء هناك هو اللي سلموا بنفسه المناولة بيقول ايه بصوا عدد 23 لانني تسلمت مين اللي سلمك بطرس ولا يحنى ولا يعقوب لأ تسلمت من الرب في السحراء ظهر لي في رؤية ما قد سلمتكم ايضا يعني المسيح ظهر له وقال له يا بولس انا لما كنت قاعد مع التلاميذ سلمتهم الافخارستية وعملت كده قال له المسيح ايه ان الرب يسوع في الليلة التي اسلم فيها اللي هي يوم الخميس اخذ خبزا وشكر وكسر وقال لهم خذوا كل هذا جسدي المكسور لاجلكم صنعوا هذا لذكري كذلك الكأس بعدها ايضا بعدما تعشوا تعشوا ايه بقى اللي مش فاهم هنا يقول لك ايه تعشوا اوه يبقى احنا مفروض نأكل قبل المناولة لا خدوا الفصح تعشوا الفصح هو بيقول بعض الفصح ما خلص خد كأس وقال لهم هذه الكأس لده عهد الجديد بدمي اصنعوا هذا كلما شربتم يعني اذا فيه فعل هنا فعل اكل وفيه فعل اسمه فعل شرب فانهم كلما اكلتم هذا الخبز وشربتم هذه الكأس تخبرون بموت الرب الى ان يجيء يعني هتفضلوا كل مرة تعملوا المناولة دي بيفتكروا الحدث كاين المسيح حاضر معك وبالزبط از ان من اكل هذا الخبز او شرب كأس الرب بدون استحقاق يكون مجرما في جسد الرب وده مهنا دي ايا قوية اوه ابن الله يوم خميس العاد هي بقى اكد لو انت بتعمل مجرد تذكر لربنا تذكر عادي وبتجيب خبزة وبتجيب عصير كرمة وتقول ربنا عمل كده يا جماعة فاحنا افتكرنا ربنا يا كان جميل قوي من الفين سنة عمل كده ودي معناها الوحدة فاحنا بنتوحد في بعضينا يلا ناكل طب ايه اللي انا هاكله خبزة عادي خالص طب ايه اللي هتشربه عصير ابركة عادي خالص طيب ايه بقى اللي يخليك لو عملت كده انت لو عملت كده بناء على الفكر ده اللي هو مش ارثوزوكسي الفكر البرتستانتي ده انت ربنا يقولك يعني كويس قوي ان انت بتيجي الكنيسة وبتفتكرني از اكل من هذا الخبز وشرب كأس رب بدون استحقاق فين الاستحقاق هنا يعني استحقاق يعني يستاهل لازم تكون مستعد يكون مجرم 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 ايه ده انت المفروض تقول لنا يا بولوس يكون يعني بيعمل حاجة كويسة لا ويكون مجرم في بقاه مش في الكاء مش في الخبز والخمر في جسد الرب ودمه يعني اذا اللي بتاخده ده جسد ودمه حقيقيه عشان كده لازم يكون الاستحقاق واستعداد لكن ليمتحن الانسان نفسه طب هاتلي بقى يمتحن يعني ايه لو انت بتعمل تمتحن نفسك في ايه لو بتعمل لها ذكرى الا لو تمتحن نفسه يعني قعد مع نفسه واعترفه تابه قبل أب اعترفه وهذا يأكل من الخبز ويشرب من الكأس لان الذي يأكل ويشرب عادها تاني بدون استحقاق يأكل ويشرب دينون لنفسه بصوا غير مميز جسد الرب يعني مش عارف ان اللي بيأكله ده جسد ايه المسيح طب يا بولوس اللي حصل في كنيسة كرونسوس بقى بيقولون من أجل ذلك فيكم كثيرون ضعفاء ومرضى عشان انتوا بتستهتروا بالمنولة فيكم ناس ربنا بيقبطهم بمرض عشان يفوقوا وكثيرون يارقدون في ناس كان ربنا بيسمح ان يموتوا نتيجة الاستهترهم بالمنولة لاننا لو كنا حكمنا على انفسنا لا ما حكم علينا يعني لو حسبنا نفسنا قبل ما نتناول ربنا ما كانش عاقبنا بالمرض او بالموت زي ما عمل لهم في كنيسة كرونس يبقى بولوس الرسول بعد ما دخل دمشق جاء له حنانيا حطي ايده عليه راح بولوس فين بعدها صحراء العربية وهو قال ان انا رجعت لدمشق تعالوا نرجع للخريط يبقى خط سير بولوس هيرجع تاني نعملها بلون تاني اهو اعملها لكم بلون تاني مزجزج كده تحبوا انتوا الحاجات المزجزجة بصوا اهو باللون الاخضر برضو مش باين طيب نتخنه شوي نتخن اللون ده شوي اهو يرجع كده 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 الخط ده يروح يرجع تاني لايه لدمشق بعد ثلاث سنين دخل دمشق تفتكروا بقى بولوس بعد الثلاث سنين لما رجع دمشق كان عايز ايه عايز يبشر بقى عايز اشتغل بقى اتقابلت مع ربنا وعايز اكرز وادخل كان بيخش المجامع في دمشق يكلمهم ويفحمهم في اعمال تسعة ذاكر الحتة دي هطلع هالكو في اعمال تسعة ذاكر لما كان بيخش المجامع في دمشق بعد ما رجع كان بيعمل ايه هنرجع تاني لسفر الاعمال اصحح تسعة اللي بتكلم على بداية حياة بولوس ودعوته من عدد عشرين بص يقول ايه وللوقت جعل يكرس في المجامع بالمسيح ان هذا هو ابن الله طبعا واضح قوي في المجامع يعني المسيح ده هو ابن الله المسيح فبهت جميع الذين كانوا يسمعون الناس بهت يعني ايه ده وقالوا ايه اللي خلهم بهت وكده اليس هذا هو الذي اهلك في ارشليم الذين يدعون بهذا الاسم مش ده شاول اللي كان هم موسقين الى رؤساء الكهنة يبقى عشان كده المعجزة دي خلت الناس ايه بولس ده لم يلوم ايوة انا جيت والمسيح ظهر اللي دي اعظم ايه اعظم دحاية وعظم عزة واما شاول فكان يزداد قوة ويحير اليهود ما هو شاطر بقى كان يسألهم اسئلة معرفوش يردوا الساكنين في دمشق محققا ان هذا هو المسيح اليهود ما قبلوش كلامه واتغازوا منه عملوا ايه بقى ولما تمت ايام كثيرة عدد 33 23 تشاور اليهود ليقتلوا يعني الراجل لسه بيبتدي بيقول يا هادي اتغازوا منه اتجمعوا وتشاوروا يموتوا ده في كل حتة كانوا بيروحوا وراها هنتفرق في الرحلات بتاعته كل حتة يروحوا عايزين يموتوا فعلي مشاول بمكيدتهم وكانوا يراقبون الابواب افلوا المدينة وبلغوا الوحارس اللي هو اسم الحارس الراجل ده اللي هو الوالي بتاعته مش قالوله خلي بالك بولس ده بيخرب في البلد واليهو كان بيحب اليهود وبينهم وبين بعض المصالح قالوا بولس ايه ده قالوله ده هو جاي من اسمه شاول وجاي هنا عمال يلف علينا في المجامع رح اصدر الامر ان يقفلوا بيباني المدينة ويخشوا دوروا عليه جوه لغاية لما يمسكوه فقفلوا بيباني المدينة يبقى شاول لو جوه مش هقدر يطلق يخرج فإيه اللي حصل فعلي مشاول بمكيدتهم وكانوا يراقبون الابواب ايضا نهارا وليلا ليقتلوه يعني حرسين الابواب في الظهر والليل عشان يقولوا اللي يشوف بولس يموته شاول دايما يموته فأخذه التلاميذ ليلا وأنزلوه من الصور مدلين اياه في سل في باسكت كده حطوه نزلوه كده ونزل وهو حطينه كده مربطينه في شوال ومنزلينه من فوق الصور بالليل عشان يهرب طبعا اللي بيعمل كده لو تمسك ده كانوا موتوه لكن كان فيه قوة للتلاميذ والكراز وقالوله اهرب بقى يلا اطلع تقول ليه طب هرب ليه ما راحش يموت نفسه ليه ماهي مش شجاع ان انت تموت نفسك في كل الوقت حسن ما ربنا عايزك عشان كده الشهداء والقديسي ربنا اقول انت لسه هتروح تكرز باسمي في البلد الفلانية وبعد كده هناك هتستشهد مش كل الواحد عارف هو عايز يبشر فيه ربنا عايز يبعث وفين الاول يجحز الارض بولس بقى عمل ايه في رسالة كرونسوس التانية 11 عدد 32 حكى القصة دي وهو بيحكي معاهم في كرونسوس التانية بصوا كرونسوس التانية عدد 11 حكى لهم القصة دي اصحى 11 عدد 32 30 بصوا قال لهم ايه قال لهم في دمشق والي الحارس والي الحارس عشان كده قلتلكم اسم الحارس اهو الملك كان يحرص مدينة الدمشقيين يريد ان يمسكني فتدليت منطقة في زنبيل يبقى هم نزلوه منطقة طقة في الفتحة كده في الصور نزلوه في زنبيل زنبيل اللي هو شوال يعني من الصور وانا جوته من يديه حكاها تاني اكدها تاني هو بيحكي القصة دي انا قبل وانا بحضر جات فكرة في زهري غريبة قوي وانا جاي لكم قلت ايه بتخيل منظره داخل ورشالين فتح سدره ها وخارج شكله عمل ازاي مش ورشالين دمشق قاسه دخل دمشق يقول الكتاب عليه بصوا لقيتها غريبة قوي في الكتاب يقول ايه في سفر الاعمال تسعة اما شاول فكان لم يزل ينفس تهديدا وقتلا على تلاميذ الرب دي حالته قبل ما المسيح يظهر طب بعدا ما ظهر له يقول ايه اما شاول فكان نفس الكلام يزداد قوة ويحير اليهود الساكنين في دمشق في المحادثة كان جامد قوي معاهم دخل هو ناوي يجيب المسيحيين كلهم يجرجرهم وما فيش ولا واحد يفلت منه هو خرج في شوال والمسيحيين دول هم اللي هربوه في شوال ايه ده ايه رب ده انت بتقلب الدنيا كده دخل ارشاليم راكبا على حصان في فخر وخيلاء وخرج كاليسة هربان في ايه في زنبيل من الصور طب ايه مشاعرك يا بولس واو ده انا فرحان قوي كل ما كان اللي ربحا فقط حسبته من اجل المسيح ايه خسارة يجي له الشيطان بقى وهو في الزنبيل يقول له ده منظر ده ده منظر اللي انت فيه ده دي كرامتك يا يا استاذ يا كبير يا اللي كنت معلم عظيم هي دي اللي جابته لك المسيحية طب ايك دخلت خدمت يا اخو يوريني بقى كام واحد جبته بولس يقول له اصبر لسه الطريق ايه طويل فانت لما تحصل لك مشكلة في خدمة من الخدمات استنى ربنا بيجهزك عايز يجهزك لحاجة كبيرة قدام لما تحصل لك حاجة ربنا بيعلمك دلوقتي بيديك الدرس ده بس دلوقتي طب بكرة في درس داني طيب راح فين بقى بولس بعد ما خلص الحكاية دي يبقى كان ناوي يروح ده مش وبعدين دخل جعله حنانية صلاله فتح اتعمد راح للعربية بعد ثلاث سنين ربنا سلم كل حاجة رجع لدمشق تاني حاور اليهود وقعد معهم كتير حاولوا يقتلوه هرب وهو يهرب راح فين راح نازل على ارشالين تعالوا نشوف الخريطة راح نازل على فين بقى نازل على ايه نعملها بلون اخضر راح نازل كده على فين بقى على ارشالين تاني يتقابل بقى مع مين راح يشوف بقى مين بطرس ومين يوحن ومين يعقوب ما كانش شافهم بعنيه دول ويقعد معاهم فراح عشان يتعرف على مين بطرس والتلاميذ قعد كم يوم هناك خمستاشر يوم والتقى بيعقوب اخ الرب يعقوب اخ الرب ده اللي هو كان مين ابن خالة المسيح كان يسميه اخ الرب كان فيه اتنين يعقوب خلوا بالكو هنقولكو دلوقتي في يعقوب ابن حلفة اللي هو اخ الرب اللي هو ابن كلوبة اللي هو ابن حلفة ده اخ الرب اللي هو ابن خالة المسيح وابن عمه مين بقى التاني يعقوب ابن زبدي اللي فيها زبدي ده أخو يحن الحبيب ده اللي هو إيه كان أسقف وأطع راسه هيرودس يبقى مين اللي كتب رسالة يعقوب اللي عندنا؟ يعقوب أخو الراب ومين اللي اتقطعت رقبته يعقوب ابن زاب دي عشان فيه ناس مش فاهمة يقول لك طب إزاي أطع راسه وإزاي كتب الرسالة لا ده أطع راس يعقوب ابن زاب دي أخو يحن لكن اللي كتب الرسالة يعقوب أخو الرب اليهود بقى اول لما طبعا هو راح فين راح ارشاليم انت عارف اللي هو ايه بقى يروح معقل الارهاب كله بقى الارهاب اليهودي راح لهم بقى في ارشاليم هناك اول لما عرفوا انه في ارشاليم وابتد وراح هم طبعا سمعين الموضوع دي له ابتدى ثلاث سنين وشوية فالموضوع ابتدى يسمع اوه هو هنا في ارشاليم المسحيين جون بقى قالوله اهرب بسرعة دول نويين لك على ايه ها نويين لك على ايه اعلانية كبيرة قوي يلا اعمل ايه اهرب من هنا خالص قال لهم لا مش ههرب راح عمل ايه راح التلاميذ في الاول كانوا خايفين منه كلهم يقرب من حد شكله ده مش يمكن دخل دخيل علينا زمان طبعا ما كانش فيه حاجة سمعها بقى كنيسة مفتوحة وباب كانوا يصلوا في حتة تحت لانه كانوا بيقتلوا فيهم يموتوا فيهم فهو يقول لهم ايه طب فين مكان الاداس عايز اروح الاداس ايه الاداس عشان اروح اتناول اتناول ايه يعني مش فاهمي انت اصدق اصدق اللي نصلي في المجمع اليهودي اه روح المجمع اليهودي لأ يا جماعة الكنيسة الاداس فواحد يبص له فبس لأ يعني شكله ايه شبهة محدش راضي ايه يتعرف عليه قوي يخايفين منه ما هو مش عارفين هو نويلهم على ايه ما هو ممكن يكون جسوس وعمل الفترة دي كده مين بقى اللي اتدخل هدى الامور واحد اسمه برنابة من هنا هنسمع بقى على برنابة برنابة ده في اعمال تسعة تعالوا نشوف برنابة في اعمال تسعة عمل ايه برنابة بقى هو ده كان ليه دور حلو قوي هو اللي راح عرفهم بمين ببولس تعالوا نشوف برنابة في عدد سبعة وعشرين عمل ايه يقول ايه بقى ولما جاء شاول لقرشليم حاول ان يلتصق بالتلاميس وكان الجميع يا خافونه غير مصدقين انه تلميذ للمسيح فاخذه برنابة واحضره للرسل برنابة بقى جابه وقال له تعالى تعالى انا هجيبك اوقفك قدامهم كلهم في اجتماع وهاشهد ليك وحدسهم احكي لهم يا بولس ايه اللي حصل معك كيف ابصر الرب في الطريق وانه كلمه وكيف جاهر في دمشق باسم يسوع ده مش كمان بس كده ده راح العربية ورجع على دمشق وجاهر باسم يسوع هناك يحكي لهم يا بولس فقعد يحكي لهم فكان معهم ابتدوا يتطمنوا عليه يدخل ويخرج فيه ويجاهر باسم الرب يسوع ده مش بس يؤديه الوداس ده يؤديه خدمة كمان بقى يوقف يوعظ باسم يسوع وهنا واضحة او يجاهر باسم الرب يسوع التعظيم لا مش كده تلاقيها في الانجلش مكتوبة لورد بالل كابتل مش الل سمور وكان يخاطب ويباحث اليونانيين فحاولوا ان يقتلوا اليونانيين لانه كان بيتكلم يوناني وبيحاورهم فابتدوا حاولوا يقتلوا بقى كلهم الجماعة عايزين يقتلوا فلما علم الاخوة احضروه لقيصرية وارسلوه الى ترسوس هو هنا بيحكي الملخص بعتوه فين رجعوه بقى فين بقى ما هو في دمشق عايزين يموتوه فقرشاليم عايزين يموتوه قالوا له ارجع فين لترسوس بقى البلد اللي اتولد فيه اطلع فوق بس قبل ما يروح لترسوس حصل حاجة ايه بقى ايه اللي خلاه مش يسمع كلامهم هو حكاها وهو واقف قدام اغرباس حكا ايه اللي حصله فقرشاليم هنشوفها في اعمال اتنين وعشرين كده نرجع لأعمال اتنين وعشرين قدام الملك اغرباس كان حكا له بقى رؤية جميلة حصلت له على فكرة بولوس كلاما يحب يتشد جامد ويحب المسيح ويتكلم يحكي على حاجات في حياته تعالى بقى نكتشف ان ربنا ظهر له فروقه وكلمه بصوا بقى في عدد اتنين وعشرين يقول ايه اعمال 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 اتنين وعشرين قاسف اعمال اتنين وعشرين سبعتاشر سبعتاشر وحدث لي بعدما رجعت الى ارشاليم اهو بيحكي له الملك اغرباس لما رجع ارشاليم واتعرف على بطرس القصة اللي قبل ما يودوه ترسوس كنت اصلي في الهيكل انه حصلت فيه يا غيبة يعني ايه اتخطف وراح لحد فرأيته رأى مين المسيح شافوا بعنيه قائلا لي اسرع واخرج عاجلا من ارشاليم لانهم لا يقبلون شهادتك عني يعني هما مش هيقبلوك ان انت تتكلم عني يلا يا شاول اطلع من ارشاليم ده الوقت مسكتش وقف بيدوحر مع ربنا يعني ربنا قال له يلا امشي بسرعة اسرع واطلع بسرعة من ارشاليم لهم مش هيقبلوا شهادتك عني يا بولس فقلت يا رب هم يعلمون اني كنت احبس واضرب في كل مجمع الذين يؤمنون بيك وحين سفك دم استفنو الشهيدك كنت انا واقفا وراضيا بقتله وحافظا سيابا الذين قتلوه فقال لي اذهب فاني سأرسلك للأمم بعيدا يعني ايه مش وقته هم هيموتوك يا بولس مش وقته انا مش عايزك تروح لليهود عايز يقول له يا رب ده انا في اليهود هشتغل حلوة قوي ده انا شاهد لك ليهم ودرس النموس معاهم كويس قوي وهم عارفيني انا مين وعارفين كنت بعمل ايه ولما تقتل استفنوس عارفين ده انا اكتر واحد هيجيب لك ناس قال له لا مش عايزك دلوقتي اطلع يلا ارجع روح لان انا عايز ابعتك بعيد خالص كأن ربنا عايز يوديل مين بقى للأمم على فكرة بايزوي لو انت حسب الفكر البشري لو احنا قعدنا مثلا نتخيل كده تخيله غريب يعني نتخيل ان احنا قعدين في ارشاد مع ربنا فربنا بيقول لنا ايه رأيك يا أولاد نبعث مين يخدم اليهود يهود يا رب لا طبعا كلنا مفيش احسن من مين من بولوس شاطر دارس اليهودية عارف كل حاجة كان اصله يهودي عارف هيخش لهم تمام لا انا هبعث وديلي ليه للأمم كأن ربنا بيحطك في خدمة اللي عايزك فيها اللي هو حاسس ان انت اتعرف تشتغل فيها انشا كده كتير قوي الخدام لما ييجوا فقبل السنة الدراسية بتاعة الخدمة الجديدة اللي بنوزع فيها الخدمة انا اقول له كل واحد فيك ويصلي وبجيب ورقة واكتب فيها اسماء كل الخدام وحطها على المسبح واقول له كل الأمنة وكل الأمنة المساعدين وكل الخدام كلكم صلوا وقولوا يا رب رشدنا انت عايز تودينا فين السنة الجاي نخدمك فين وتبص تلاقي ربنا بيحركني ويحرك الأمين ويحرك الغادم لنفس المكان كأن ربنا بيشاور زي ما هنشوف دلوقتي في نهاية اللقاء النهاردة هم نروح القدس بقلهم فرزوا لي برنابا وشاول الخدمة طلعوا للاتنين دول الخدمة طيب هيطلع على فين بقى على مين على ترسوس هيطلع فوق خالص على بلده ترسوس تعالوا نشوف الخريطة هيروح فين بقى المرادي ها المرادي هيسافر من قرشاليم يروح فين فوق فوق في البحر يطلع 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 مشوار بعيد قوي يروح فين بقى هادي ترسوس مشوار طويل رجع ترسوس بقى رجع ترسوس قعد هناك قد ايه؟ خمس سنين خمس سنين اطول فترة قعدها بولس في حياته في بلد هي في ترسوس دي خمس سنين كأن ربنا بيجهزه وبيجهز له الارض وبيجهزه هو ليه؟ تلاحظوا بولس ضيع كم سنة؟ مش ضيع يعني؟ تنق على الفكر البشر ان قول ضيع شوف قد ايه؟ ثلاث سنين وخمسة قدي تمانية ولسه في سنة هيروح يخدمها في أنتاكيا قدي تسعة وسنة كمان هيتحرك فيها ما بين التنقلات دي دي عشرة يعني يا رب ده كان عنده واحد وثلاثين سنة وعنده واحد واربعين رب نقول لك ولا يهمني انا عايزه؟ يا رب ده اه انا هبعته في واحد واربعين سنة تابه شبابه انا قوته عشان كده بولس قالك حينما انا ضعيف حين اذن انا خوي مين يفتكر بقى مين اللي كان شطر قوي 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 وكان ناوي ان هو بقوته يشتغل وبعدين ربنا قال له ايه؟ لا حبيبي تعال لغاية لما تعجز وما يباش عندك اي حاجة هستخدمك موسى موسى كان في اسر فرعون كان عنده اربعين سنة موسى حياته مئة وعشرين سنة اربعين 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 في اسر فرعون واربعين نافي لما هرب في الصحراء بمديان واربعين تاني لما خد شعب الله وخرجوا فالاربعين الاولانية في نهاية الاربعين الاولانية موسى نعم اربعين سنة قوة عضلات تمام فتنس عالية جدا ثقافة ثقافة المصريين دراسة لغات ايوا حكمة كل حكمة المصريين هتعمل ايه ازاي واحد مصري يضرب واحد من شعب الله راح مسك المصري ضربوا موتوا دفنوا وقال التاني يالله ما تخافش كانوا بضربوهم مش بيخناء مع بعض يعني لا ده ده سخرة وازية ليهم فعتلوا دفنوا في الرملة ومشي التاني يوم الصبح معدي لقى اتنين يهود تخنوا مع بعض قال لهم انت اخوات تخنوا مع بعض ازاي فالتاني بصلوا كده قالوا ايه وانت حاست موتني زي ما موت المصري مبارح اوه عرف ان الموضوع ابتدى ايه يتعرف شوية تانية وصل لفرعون جده فرعون امر بالابض على موسى فور لانه مش نسيله هو مش من صلبه ده وقت متبنيه بسرعة هتوه موسى ده نموته او لما سمع كده هرب لميديان احد اربعين سنة ووف ميديان بقى فين يا موسى شطرتك راحت اربعين سنة بقى عنده كم سنة؟ تمانين سنة معيني جاب عصايا عيني عشان ايه؟ يتعكز عليها وهو ماشي ربنا يظهر له ويقول له قد رأيته مازلت شعبي اللي في مصر هلومة فأرسلك قال له تعمل ايه؟ ترسلني ده انا ملعبك في الكلام انا ما بعرفش اتكلم كويس ونسيت اللغات بتاعتي وجسمي تعب وبقيت في عصايا قال له ما انا هشتغل بالعصايا دي وهشتغل بيك قال له ده انا ما بعرفش اتكلم قال له هاتلي جيبلك هاروني يتكلم عايز ايه؟ يلا روح خلش شعبي بقوتك هذي شوفوا قد ايه؟ ربنا اللي بيعمل نفسه شو عطر هوقي بقى وما حصلش ربنا مشتغلش بيه انا بيشتغل بالله وحاسس انه ضعيف وعايز قوت ربنا عشان كده بولس نفسه قال قوتي لما تعب وقال له ربنا يا رب ارفع عني الشوكة اللي في جاسة دي دي هنحكي عليها بعدين قال له ايه؟ بولس قوتي في الضعف تاكمل فراح عمل ايه بقى؟ قعد هناك خمس سنين خمس سنين بقى بصولوا انهي بصة بقى هناك لا دي كان بصة صعبة قوي ليه؟ اهل ويهود وهو مش يهودي متعصب رجع لهم ايه؟ مسيحي فما اعتبرينه خاين وما اعتبرينه ابن عاق اهله بقى استقبلوه بجفاء وصل لحد العداء قاعدوا يحاولوا ينصحوه يا ابني صلح دماغك إلا لخبطك ده؟ طب انت خدمت فين اهو؟ احكي اللي عملت ايه؟ عملت ايه ولا عملت حك فين بقى شطرتك في اليهودية؟ كان زمانك عملت وعملت وعملت فسوري في بداية خدمة بولوس كان فشل في دمشق وصعوبة في ارشاليم وايضا صعوبة في التبشير في ترسوس بلده من هنا تظهر حتة تانية جديدة على الخريطة اسمها ايه بقى؟ خلوا بالكم ها؟ انتاكيا دي بقى سنتر اللي من هنا ورايح كل الرحلات هنلاقيها بتروح انتاكيا وترجع من انتاكيا دي اللي فيها كرسي اخواتنا السوريان الكنيسة السوريانية الارثوزوكسية هي كرسي انتاكيا تعالوا نتكلم على انتاكيا كان فيها ايه في الخدمة؟ لو عايزين نعرف انتاكيا نقرأ اعمال حداشر اعمال حداشر بتحكي على انتاكيا تعالوا نطلع اعمال حداشر ونشوف كنيسة انتاكيا شكلها قد ايه؟ اللي هقولوا ده مقدمة كبيرة للاسبوع جاي الاسابيع جاي اللي فيها بقى الرحلات التبشيري بصوا بنقول ايه؟ في اعمال حداشر عدد تلاتة وعشرين بنقول ايه هنا؟ فسمع الخبر عنهم في ازان الكنيسة التي في ارشاليم ده اللي هو في انتاكيا فارسلوا برنابة لكي يكتاز لانتاكيا قالوا البرنابة روح اخدم في انتاكيا يا برنابة برنابة بقى لما راح ورأى نعمة الله فرح ووعز الجميع ان يثبتوا على الرب بعزم قلب على فكرة لقى بناس بتقبل دايما اللي يخلي الخادم يشتغل ان يلاقي الشعب بيحب ويقبل وبيجل المسيح يخلي الخادم مشيت اكتر لانه كان رجلا صالحا مين اللي رجل صالح برنابة ومملوء من الروح الخدس والايمان برنابة ده بقى اللي هو كان جاب فلوسه وحطها تحت رجل الرسل ده اللي حنان يقلده وحط الفلوس وماه فكدين الخمسة الصحاح الخمسة طحانانية وسفيرة فبرنابة ده بقى كان غلي وكان شاطر اوي كان انسان حروحاني اوي كان اصله يهودي كمان برنابة ده كان يبقى خال مري مرقوس يعني مري مرقوس يقوله يا خالي فايه كان رجل صالح وخدم فانضم للرب جمع غفير طب الخدمة بترد تزيد عايزة ناس برنابة بقى لهم اوه استانوا الخدمة بتزيد دلوقتي والشعب عايز الاول كانوا بيقومونا وموتونا دلوقتي الشعب جعان ومحتاج بسرعة اروح افتكروا مين حبيبي مين حبيبك حبيبي الزمل مين الزمل ده بولس ده دي له خمس سنين دلوقتي قاعد فين في ترسوس هروح اجيبوا من ترسوس انا الزلم فين الى انتاكيا ثم خرج برنابل ترسوس ليطلب شاول ولما وجدوا جاء به الى انتاكيا فحدث انهم اجتمع في الكنيسة سنة كاملة قاعدوا الاتنين بقى يشتغلوا سنة كاملة في انتاكيا وعلم جمعا غفيرا بولس بقى يلاقي الناس بتقمن ويتتحمد وتتناول في القدسات وتحضر اجتماعات يقول ياه ايه الجمال ده فربنا يقول له فاكر يا بولس في الاول كنت فيه صعوبات يقول ايوة وفيه محاربات من الشيطان ايوة الخدمة بتجبر اهو دعوا التلاميذ مسيحيين في انتاكيا اولا هنا بقى كلمة مسيحيين متقلتش على التلاميذ المسيح غير فين في انتاكيا هما كان اسمهم الاول اسمهم تلاميذ وبعدين بقى اسمهم اتباع الطريق فاكرين المرة اللي فاتة قلتلكم راح يقبض على في الطريق قلتلكم في الطريق دلهم المسيحيين تالت اسم جالهم يبقى الاول كان اسمهم تلاميذ لما تقرأ كلمة تلميذ معناها اي واحد مؤمن بالمسيح في الوقت ده مع التلاميذ بعد كده اتباع الطريق بعد كده ايه بقى مسيحيين فين بقى تسموا مسيحيين في انتاكيا يبقى انتاكيا هما اول ناس سموا اتباع المسيح بمين بالمسيحيين وفي تلك الايام انحضر انبياء منين بقى من ارشاليم الى انتاكيا في بقى يعني ايه انبياء انبياء يعني كان يجي عليهم الروح القدس يتنبقوا بحاجة هتحصل بالروح القدس فواحد منهم اسمه اغابس راح هناك وقام واحد منهم من الانبياء يعني اسمه اغابس واشار بالروح الروح القدس حل عليه فقال ايه قال في جوع عظيم هيحصل على جميع المسكونة وهيحصل في ايام كلوديوس قايصر كان كلوديوس قايصر ده تاني واحد هيجي وراء اللي كان موجود دلوقتي فالراجل ده شهد بنبوة قديمة ان في جوع هيحصل فعلا حصلت مجاعة جمدة اوي والمجاعة ضربت ارشاليم فالمسيحيين اللي في ارشاليم ما بقوش لقين ياكلوا فبولوس يعمل ايه في انطاكيا يلموا فلوس ويلموا عطايا من انطاكيا وياخدوها ينزلوا بيها المين للمسيحيين اللي في ايه في ارشاليم فحتى ما التلاميذ حسب ما تيصر يعني ايه حتى ما التلاميذ يعني التلاميذ المسيح اللي هم المسيحيين يعني حسب ما تيصر حسب امكانية كل واحد ان يرسل كل واحد شيء خدمة للاخوة الساكنين في اليهودي فيبعتولهم ايه تبرعات الله شفتوا الجمال يا جماعة اللي في انطاكيا فوق فاكرين اخواتهم اللي تحت المحبة جوع اه طب ما الجوع ضربهم اما كمان اه بس هم التانين افقر قوي فاللم شوية اهي ايه نواية تسند الزير ونبعت الفلوس ففعلوا ذلك مرسلين المشايخ بيد برنابة وشاول برنابة وشاول لموا الفلوس ورحوا نزلوا من انطاكيا رحوا المين لقرشاليم طب السؤال بقى اختم بيه اشوفكم بقى ام صح صحين ولا لا اللي معي طبعا اللي بيسمعوني نفس السؤال ليكم هو دي الزيارة نمركام لشاول لقرشاليم بعد لما عارف المسيح تبقى الزيارة نمركام تانية برافو عليك الاولى لما نزل عشان اتقابل مع بطرس ويعقوب ويوحن هناك وتعرف عليهم وحاول يكرز وبعدين ايه القومون وربنا ظهر له في رؤية وقال له طلع ترسوس التانية بقى لما نزل من انطاكيا راح لي ايه لقرشاليم ومعاه العطاية وراح ليها قعد في قرشاليم اداهم العطاية الوقت ده بقى في قرشاليم حصل ايه قاموا الهيرودس قام عايز يرضي اليهود راح مسك ياعقوب بن زابة دي قطع رقبته اول لما قطع رقبته اليهود هلليلوا انبسطوا هلليهم هلا يهموكم انتوا عايزين ايه بيجيبلكوا التاني التاني مين بطرس وقبضوا عليه وان موته هوا كمان راحوا قبضين على بطرس وسجنوا ونوي تاني يوم الصبح يحكموا يموته فظهروا الملك في نص اليه وخرجوا لانه كان تاني يوم هيموت تخيلوا بطرس بقى لما كان نايم كان يعقوب اخوه في الرسل قطعوا رقبته فهو عارف انه قطعوا رقبته بكرة وهو اليهود فرحانين اوي بكده وهيرودس قبض عليه مخصوص عشان كده يرضيهم قال لهم يعني ايه اهو قدي الاقطاب بتاعتكم موته وخلصتها جاء الملك خرجوا من السجن عشان كده لما راح خبط على الباب البنت رودة فتحت له تقروها في سفر الاعمال فكرته ايه شاب روح قال له ده تلاقيه ماته وده روحه اللي جاية قال له افتح يا بيت ده انا بطرس مش كمشون صدقية دخلت جوات قولهم الحق ده بطرس كانوا بيصلوا وبيقولوا يا رب انقذوا من ايديهم لقوا جالهم ايه اللي حصل قال لهم الملك صحاني من النوم وايه وكدت نعسان في عز نعسي بس دي ابن عندي انا دي مش مكتوبة في الكتاب والملك خدني وانا نايم وطلعني برا المدينة وداني ستارباكس الصبح الساعة اربعة وجاب لي قهوة وقال لي خد اشرب يا بطرس وانا نايم مش دنيان بنفسي شربت ودي نجيت لكم طبعا ما حصلش حاجة من الكلام بس بوريكم ايه ان بطرس كان نايم ولا في دماغه حاجة انقذوا بعد ما خلصوا كده راحوا رجعوا على ايه على انطاكيا مرة تانية وفي انطاكيا هيبتدي بقى يخدموا والروح القدس يبعت يقول افرزوا ليه برنابة وشاول للايه للعمل احنا كده هندخل في اصحاح كامل شاطر تلتاشر من اول تلتاشر الرحلة التبشيرية الاولى عشان كده المرة الجاية اصحاح تلتاشر واربعتاشر هنحكي الاثنين مع بعض فيهم رحلة التبشيرية الاولى طب ايه المقدمة بتاعت الرحلة التبشيرية الاولى وكان في انطاكيا في الكنيسة هناك انبياء اللي بيتنبقوا معلمون اللي بيعلمهم العقيدة برنابة بيحكي اسميهم برنابة عارفينه سمعان الذي يدعى نايجر ده مش سمعان القيرواني ومش سمعان البوتروس واحد اسمه نايجر ولوكيوس القيرواني من بلد قيرواني ومناين الذي تربى مع هيرودس مناين ده كان في الاصر مع هيرودس الملك كان بيشتغل هناك رئيس الربع وشاول شاول ده اللي هو بولس دول كل اللي كانوا فين في انطاكيا الاقطاب الكبيرة اللي كانت بتخدم وبينما هم يخدمون الرب كلمة يخدمون الرب في اللغة اليونانية جات بمعنى بيتناولوا في القداس بيصلوا في القداس ويا صومون قال الروح القدس افرزوا لي برنابة وشاول للعمل الذي دعوتهما اليه يعني اختار الاتنين دول من الخمسة دول اللي هاتوا برنابة وشاول هبعتهم انا فين بقى في الرحلات التبشيرية التانية طب والبقى يهيه خليكوا في انطاكيا هما سندوكوا في الفترة دي هتكملوا انتو الخدمة ودول هيطلعوا بقى على ايه على الرحلة التبشيرية الاولى ان شاء الله الاسبوع الجاي ناخد الرحلة التبشيرية الاولى النهاردة كده خلصنا حياة بولس من اول هدايته لغاية لما ابتدى في الرحلة التبشيرية تفضلي العذرة حلت الحديد حاضر العذرة حلت الحديد النهاردة بنحتفل بعيد جميل قوي في السنكسار بتاع الكنيسة هو عيد العذرة حلت حلت مش حلت في فرق بين حلت وحلت حلت دي بتاعت العدس اللي انت هتروحي تكل فيها دي حلت الملوخية والعدس دي الحلة لكن حالت اللي هي سيحت فنقول العذرة حالت الحديد يعني العذرة لما سيحت الحديد تعالوا نجيبها من السنكسار بتاع النهاردة أقرأ لكم عشان النهاردة كنا بنصلي الصبح في القدس ده وكانت قصة جميلة خالص يوم واحد وعشرين من من بقونا النهاردة نقول لكم القصة بتاعتها حصل ايه في اليوم داو يا نوع السوري نوع السوري بس دست الديت غلط هو النهاردة النهاردة تمانية وعشرين صح نوع تمانية وعشرين يس مضبط طيب بصوا بقى العذرة حالت الحديد هي بيقول ايه بيقول هنا تذكار معجزة الحديد حل الحديد الذي تمت بصلوات القديسة مريم بعد حلول الروح القدس على التلاميذ يعني العذرة كانت لسه ايه عايشة خرجوا ليكرزوا ببشارة الملكوت راحوا عشان يكرزوا فذهب متياس الرسول لمدينة تدعى بارتس بلد اسمها بارتس بجوار غلطية في اليونان تبعيد خالص وبشر فيها باسم السيد المسيح فامن معظم اهله امن الناس بالمسيح ولكن البقون سعوا به عند الوالي الناس امنت طبعا اليهود مش عجبهم الحال فقبضوا عليه والوالي سجنوا وخد معاه مسحين كتير سجنهم في السجن كلهم مرميين في السجن فوقف متياس وهم وصلوا الى الله ان ينقذهم يا رب انقذنا ربنا بعت لهم العدرة امه على سحابة من السماء العدرة مريم جات لهم على سحابة من السماء ولما وصلت السجن العدرة دخلت لهم السجن وقفت تصلي معاهم فالعدرة قالت له يا ابني انا عايزاك تخلصهم فكوهم حلوهم من الحديد طب ليه ربنا عمل كده ما كان عمل المعجزة على طول عشان يوري كرامة العدرة مريم فالعدرة طلبت ان الحديد اللي في ايديهم يتفك حصل ايه بقى الحديد ده مش اللي في ايديهم اتفك ده الحديد اللي في ايديهم اتفك وصار كالماء يعني ينقط زي المية اتفكوا من القيود واصل القيود كانت جامدة او اللي مربطينهم بيه فكت وساحت وداuges الحديد الموجود بالسجن كذلك كل الحديد الموجود في المدينة كل عندها في حديد في المدينة بترد تسيح عشان كده المدينة كلها الحديد تتحل العدرة مريم ماقلت له ا Twelve حل كل الحديد اللي في المدينة ده قلت له بس عشان قيودهم تتفك ايه اللي حصل فكهم يا رب ربنا عمل كده قالهم طب هفكهم هم وهعمل المعجزة في البلد كلها عشان كل البلد هتأمن باسمي دلوقت وخرج المسجنون من السجن المسيحيين خرجوا تفكوا فأسرع السجنون للوالي يجروا للوالي قالوا له إلحق ده حصل كذا كذا كذلك عرف الوالي من أهل المدينة وأهل المدينة جمهاره إلحق ده الحديد اللي في المدينة ساح ولما سأل عن السبب قالوا له ده العذرة مريم بصلاوتها فالوالي قال لهم طبعا عايزة قابلها فجابوا له العذرة ولما حضرت سألها من حل الحديد فأجابته العذرة أن إلهنا الحقيقي يسوع المسيح هو الذي حل الحديد المسيح حل الحديد وكان بقى الوالي ده عنده ابن عليه شطان فقال لها ابن عليه شطان ممكن يا عذرة تسليله فمجرد ما جاء قدام العذرة الشيطان خرج على طول والوالي قاعد يتكلم هادي وعائل فالوالي فرح وآمن هو وكل أهل المدينة وطلع متياز قال له عمدهم يا متياز فعمد الوالي وعيلته وعمد المدينة كلها وبعد إن إيه بقى متياز قال للعذرة يا عذرة ممكن نرجع الحديد تاني عشان الناس تشتغل الحديد ساح فالعذرة صلت لابنها تاني فرجع الحديد كما كان بشفعتها ورجع التاني هي وآمن أهل المدينة كلهم كأن من وسط الوجع ربنا ينقذ فهنا في اليوم ده بنقولها يا عذرة وفي ناس مشاكلها زي الحديد وفي ناس متكلبشة بحاجات زي الحديد وفي ناس مربوطة بخطايا زي الحديد بشفعتك وصلتك فكي فكي الحديد اللي مربوط بربطات ولي عنده مشاكل ولي عنده ديئات ولي عنده حاجات مكلبشة ببركة العذرة اللي حلت الحديد تفك عنا كل أزمتنا وطبعا صلاتها وشفعتها قوية ومقبولة قدام ربنا خلي عندنا ثقة فيها دي الوحيدة اللي تطلب طلب عمر من إلهنا يتأخر خلص عنا وظهر ده في معجزة ايه معجزة عرسقانة الجليل كان لسه المفروض ما يعملش المعجزات لأنه أول ما تري معجزات كانت تلات سنين والصلبة هيجي فهو مش عايز يبتدي عشان العداد ما يشتغلش دلوقت لكن عشان خطرها ابتدى يعمل المعجزات ويبتدي كرسته وخدمته بهذه المعجزات نطلب شفعتها وصلاة هي والقديس متياس الرسول لإلهنا كل مجد إلى الأبد أمين